قالت مصادر طبية فلسطينية أن عشرة مواطنين أصيبوا بالرصاص الحي وأصيب العشرات بالرصاص المططي وحالة اختناق من شراء قنابل الغاز المسيل الدموع في مواجهات بين الشبان في عدد من القرى الفلسطينية والجيش الإسرائيلي قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أن الدول الغربية يجب أن تشكل جبهة موحدة ضد الصين لمنعها من استخدام المصالح التجارية في دفع تلك الدول إلى مواجهة بعضها البعض وأضاف ترودو أن الصين تدفع الدول الغربية لمواجهة بعضها البعض في الوقت الذي تتنافس على الوصول إلى الفرص الاقتصادية في البلاد وأضاف نحن بحاجة إلى تعزيز التعاون بيننا وتشكيل اتحاد قوي بيننا حتى لا تتمكن الصين من تفريقنا ودفعنا للعمل ضد بعضنا البعض